بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعبد الله وعلى أله وصحبه وسلم تسيما كثيراً أما بعد قال الإمام النوي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب المراقبة عنانس رضي الله عنه قال إنكم نتعملون أعمالاً هي أدق في عينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبين ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عظيم الديانة وكبير المراقبة أهل الله عز وجل حيث قال للتابعين وهم في الفضل من يلي الصحابة فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم التابعون وتابعوا التابعين يقول أنس رضي الله تعالى عنه إنكم لتعملون أعمالاً يعني تأتون أشياء إما أقوال أو أفعال هي في أعينكم أدق من الشعر يعني لا تعدونها شيئاً من حيث الحرج في فعلها أو خوف عاقبتها أو التأثم في غشيانها إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها أي نحتسبها ونعتبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر من الموبقات من الموبقات أي من الكبائر والمهلكات هذا الأثر يبين ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خوف الله عز وجل ومراقبته والتحرز من مخالفة أمره سواء في ذلك ترك ما أمر أو فعل ما نهى عنه وزجر وفيه التحذير من استصغار المعصية فإن استصغار المعصية يجرع على مواقعتها فكلما استصغر الإنسان الخطأ سهل عليه أن يأتيه وأن يغشاه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب يعني احذروا الذنوب التي تحتقرونها ما ترونها شيء وهي قد تكون في الوزر والمنزلة عند الله في منزلة عظيمة كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فقد يرى الإنسان الذنب الذي ألفه واعتاده الخطأ الذي يتكرر معه وقد يراه شيئا ما هو كبير ليس لأنه ليس كبيرا لكن لأنه اعتاده أو إنه انتشر مثل الغيبة التي يتورط فيها كثير من الناس مثل الاستهزاء السخرية الظلم بالنيل من الأعراب وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي عظيمة عند الله عز وجل لكن لأن الناس يمارسونها ويقعون فيها كثيرا أصبحت لا تعني شيئا كما قال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر يعني مثل الشعر إذا نظرت إليها دقيقة قد لا تراها وهي كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات لمن وقعها والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من صغائر الذنوب فقال وإياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب أي الذنوب التي تحتقرونها والسبب في هذا أن احتقار الذنوب يجرع على الوقوع عليه الوقوع فيه كما أنه لا ينشط الإنسان للتوبة منه لأنه لا يشوفه شيء وشوفه صغير فبالتالي ما يتوب منه لأنه يرى أنه ما زين شيء كبير يستوجب أن يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه لهذا ينبغ للإنسان أن يعرف أن كل خطأ يعظم ويكبر بقدر ما يستهيم به الإنسان فبقدر ما تستهيم بالذنب بقدر ما يكون عند الله العظيم ليش؟ لأن الاستهانة ليست بقدر الذنب إنما بقدر من أمرك بتركه أو أمرك بفعله ولم تفعله فلهذا يجب على المؤمن أن يحذر الذنوب الصغيرة والكبيرة والدقيقة والجليلة وأن يستغفر من الجميع ولهذا كان من الأدعي اللهم اغفر لي ذنب كل دقه وجلة يعني الصغير والكبير أوله صغيره وكبيره أوله وآخرة كل هذه مما ينبغي أن يستحذر الإنسان ثم إن الذنوب الصغيرة يستكثر منها الإنسان وإذا استكثر منها الإنسان أهلكته لهذا جاء في الحديث في حديث عبدالله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب ثم ضرب مثل فقال كمثل قوم نزلوا وادياً كاشتين أو في رحلة وآرادوا حطباً فهذا جاء بعود وهذا جاء بعود احتطبوا كل جاء بعود يجتمع عندهم كومة هذه الكومة تنضج طعامهم يتدفؤون بها أنضجوا طعامهم بهذه الكومة التي هي عبارة عن أعواد مجموعة هكذا الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن إذا اجتمعنا على الرجل يهلكنا الذنوب الصغيرة هذه إذا اجتمعت على الإنسان نتيجتها أن توقعه في الهلاك فنسأل الله أن يعفو عننا الصغيرة والكبير والدقيقة والجليل وأن يغفر لنا الخطأ والزلل في السر والعلن وأن يحفظنا في الغيب والشهادة وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين ونجعلنا من التوابين المستغفرين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد